ننضم إلينا من الحدود الشرقية لغزة مراسل الغد حازم البنة حازم الأوضاع وأبرز التفاصيل حول خروج الفلسطينيين في هذه المسيرة يعني بعد ساعة من الآن سيستعد الفلسطينيون من كافة محافظات قطاع غزة الشمالية والجنوبية والوسطى وهنا في شرق قطاع غزة حيث نقف على الحدود الشرقية للقطاع سيخرجون ويشاركون في الجمعة السابع والستين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي جاءت هذه المرة بعنوان حرق العلم الفلسطيني في إشارة لرفض الفلسطينيين لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات هناك مجموعات محدودة من الشبان الفلسطينيين توافدوا إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة شاهدنا قبل قليل إصابة لأحد الشبان بالرصاص الحي وأيضا أطلق جيش الاحتلال مجموعة من قنابل الغاز المسيلة للدموع في مناطق بعيدة عن السياج الحدودي حيث يقف بعض المتظاهرون من الشبان وكما ذكرت أصيب أحد الشبان في قدمه برصاص حي وهذا مخالف لتفاهمات التهدئة والتي طالبت فيها الفصائل الفلسطينية عبر الوسطاء المصريين أو الأمميين بالطلب من جيش الاحتلال بوقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لكننا لاحظنا استمرار لهذه الخروقات الإسرائيلية الخميس قبل الماضي كان جيش الاحتلال قد استهدف أحد قوات الضبط الميداني واستشهد أحد عناصر كتائب القسام ودخل الوسطاء سريعا جاء الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة ويعني سحب ونزع فتيل التوتر الذي كان من المفترض أن يحدث إذا لم يأتي الوفد المصري إلى قطاع غزة ويعني باشر برفع مطالب الفصائل بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة وكسر الحصار في كل حوال هذه الجمعة ربما تكون اختبار جديد لجيش الاحتلال مدى يعني التزام بتفاهمات التهدئة وعدم اطلاق النار على المتظاهرين يصر هؤلاء المتظاهرون الشبابي كافة المخيمات العودة الخمس في قطاع غزة ومعهم الفصائل الفلسطينية إلى الاستمرار والمضي في إحياء هذه الفعليات فعليات مسيريات العودة حتى النهاية حتى تحقيق يعني مطلب كسر الحصار وفي هذا السياق تحدثت تحدث المتحدث بحركة حماس في صباح هذا اليوم وقال أنه يعني المسيرات التي ستخرج للمرة السابعة والستين في الجمعة مسيرات العودة تؤكد على أن الفلسطينيون قادرون على إلزام الاحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة وإلا كل الوسائل التي استخدمها المتظاهرون سواء من الأطباق الطائرة البلونات الحارقة قص السلك الشائك ربما تعود في أي وقت رغم أننا نشاهد في هذه الأيام أن جيش الاحتلال يباشر سريعا في إنجاز هذا الجدار السائك الخرساني على طول حدود قطاع غزة منعا لعمليات التسلل من القطاع كما ذكرت ربما بعد ساعة من الآن سيكون هناك في كل مخيمات قطاع غزة فعالية حرق العلم الإسرائيلي وستكون هناك كلمات للفصائل الفلسطينية تؤكد على مطلب كسر الحصار والمضي حتى النهاية في هذه الفعاليات حتى تحقيق رفع الحصار بشكل كامل وأيضا رسائل للوسطاء بضرورة الإسراع في إلزام الاحتلال بتطبيق هذه التفاهمات وإلا ستكون غزة معرضة لجولات جديدة من التصعيد الميداني هذه هي شكل التفاعلات مسيرات العودة منذ انطلاقتها قبل أكثر من عام وحتى هذه اللحظة وحصدت أكثر من ثلاثمائة شهيد وأكثر من سبعة عشر ألف إصابة حتى هذه اللحظة والخرقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة سواء بإطلاق الرصاص الحية على المتظاهرين أو قنابل الغاز المسيلة للدموع واسترفض حقوقي ودولي لمجمل هذه الانتهاكات الإسرائيلية إذن مراسل ألغة حزم البنة من الحدود الشرقية لقطاع غزة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر